حتى يتبين لهم أنه الحق لدينا موسى على ما أعتقد ذكر 136 مرة وهو أكثر نبي ذكر في القرآن أكثر اسم نبي ذكر في القرآن موسى عليه السلام وهذا دليل على أن القرآن ليس من تأليف محمد لو كان من تأليف محمد لذكر اسمه مئات المرة وتفاخر بنفسه ونسبه وقبيلته وقومه إلى آخره ولكن نجد أن معظم الأنبياء ذكروا في القرآن كاسم يعني أكثر من ورود اسم النبي كاسم طبعا محمد النبي محمد ذكر أربع مرات ومرة أحمد يعني خمس مرات بينما نجد مثلا النبي إبراهيم عليه السلام ذكر عشرات المرات النبي عيسى خمسة وعشرين مرة نبي الله آدم خمسة وعشرين مرة عليه السلام جميعا وهكذا يعني هذا يدلك على أن هذا كتاب أنزل من قبل الله عز وجل ليس من تأليف بشر طيب السؤال أيها الأحبة يقول الله عز وجل عندما خاطب سيدنا موسى في سورة طه قال له وما تلك بيمينك يا موسى طبعا بعد أن سار بأهله وآنس نارا من جانب الطور في منطقة سيناء وقال لأهلهم كثوا وذهب ليستأنس بهذه النار قد يجد عندها خبرا قد يجد عندها قوما قد يعني يرى ماذا يوجد وإذا به ينادى من قبل الخالق عز وجل فالله تعالى يقول له إني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة للذكري إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة للذكري فسيدنا موسى عليه السلام عندما خاطبه الله قال له وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصايا أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى طيب الله عز وجل يعلم يعلم أن هذه عصا لماذا يسأله وما تلك بيمينك يا موسى يعني هذا هو السؤال وربما هذا السؤال طرحه بعض الملحدين لأن الملحد عندما يدخل ويقرأ القرآن ويحاول أن يشكك الناس يأتي بأي جملة يقططعها هكذا أو آية أو جزء من آية ويقول طيب معنى ذلك أن الله لا يعلم يسأله لا يعلم ما هذا نحن البشر نسأل مثلا ماذا بيدك تقول له كذا كذا لأنك لا تعلم أما هذا لا يجوز بحق الخالق عز وجل لأنه يعلم السر وأخفى طبعا أنت إذا أردت أن تطبق هذه القاعدة التي توهم الآخرين بأن الله لا يعلم ستجد الكثير من الآيات في القرآن يمكن أن تقول الله لا يعلم ولكن أخي الحبيب القرآن له أسلوب تعليمي وأسلوب نفسي يعني سيدنا موسى عندما أراد الله أن يجعل معجزته في هذه العصى لابد من مقدمات لابد أن يعني تصور أنك تكلم إله عظيم لأول مرة عندما كلم سيدنا موسى الخالق عز وجل طب هذا حدث عظيم جدا شخصية أي إنسان لا تتحمل هذا الموقف الصعب فأراد الله أن يطمئنه ولله المثل الأعلى طبعا حتى نفهم يجب أن نأتي بأمثلة لابد من ذلك أنت تدخل إذا شخص وتريد أن تقول له مثلا مثلا على سبيل المثال هناك مثلا إرث أو هناك مبلغ كبير من المال سيكون من نصيبك مثلا سترثه من جدك من كذا طيب يحتاج إلى مقدمة ربما لا يستوعب ربما يستهزئ بك ربما يعني لا يصدق فيحتاج إلى مقدمة تأخذ وتعطي معه بالكلام ثم تعطيه مثلا المفاجأة بالنسبة لسيدنا موسى وإلا المثل الأعلى طبعا هذا مثل فقط لنفهم القصة الله عز وجل من رحمته بسيدنا موسى أراد أن يقول له إن معجزتك وهلاك هذا الطاغية الذي كان يذبح الأبناء ويستحيي النساء الذي قال أنا ربكم الأعلى الذي أذاق الناس سوء العذاب وويلات العذاب وكان تقريبا يحكم العالم فرعون لم يكن هناك أقوى منه في العالم يعني كان هو يحكم العالم عمليا لأنه قال أنا ربكم الأعلى وقال لهم يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري فأراد الله عز وجل أن يقول له إن معجزتك الكبرى التي ستكون سببا في إهلاك هذا الطاغية هي هذه العصى ولكن الله عز وجل أحب أن أحب أن أن يعطيه شيئا من الأنس من أن يألف هذا الموقف لأنه موقف عصيب إله يكلم إنسان تصور إله خالق الكون سبحانه وتعالى فقال له وما تلك بيمينك يا موسى هنا إشارة لفت انتباه سيدنا موسى إلى أن هناك قضية خطيرة ستكون في هذه العصى وأن وأن الله عز وجل لا يمكن أن يسأله هذا السؤال عبثا لأن سيدنا موسى كان مؤمنا وكان صالحا حتى قبل النبوة وكل الأنبياء كذلك يعني الله لا يختار أي إنسان ويجعل منه نبيا لا يطلع على قلوب العباد فيختار أنقى وأطهر قلب وهذه الصفات النبي الطهارة والحكمة والعدل والصفات التي نعرفها صفات الأنبياء وعندما أرسل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم اطلع الله على قلوب ملايين العباد الموجودين في ذلك الوقت واختار سيدنا محمدا لأنه أفضل وأطهر وأنقى من يقوم بهذه المهمة فعندما قال له وما تلك بيمينك يا موسى طبعا هنا هذه العصى ستتحول إلى ثعبان بعد قليل فلابد من من تهدئة والدليل أنه هرب وخاف خاف منها وفر هاربا عليه السلام وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصايا أتوكأ عليها أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى يعني استخدامات عديدة وكانت ترافقه عليه السلام حتى أثناء نومه أثناء يعني كانت ترافقه دائما هذه العصى طبعا يقال إنها عصى من الجنة ولكن يعني نحن هذه الروايات مهم الله عز وجل قال قال فألقيها يا موسى فإذا هي حية تسعى في آية أخرى وَلَّا مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبْ فلما رأاها تهتز كأنها جان وَلَّا مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبْ يا موسى أقبل إنه لا يخاف لدي المرسلون ناداه قال تعال رأيتم أيها الأحبة المقدمة ضرورية لأنه بمجرد أن ألقاها ورأاها تهتز تحولت إلى الثعبان حقيقي خاف وهرب عليه السلام وصفة الخوف كانت ترافق سيدنا موسى حتى أم سيدنا يعني كلمة الخوف ذكرت مع أم سيدنا موسى ومع موسى في مواقف كثيرة طبعا هذا موضوع آخر إن شاء الله نفرد له حلقة لماذا أن الخوف كان مترافقا مع سيدنا موسى ولماذا كان لديه مشاكل في النطق عليه السلام يعني أخاف أن يضيق صدري ولا ينطلق لساني المهم أحبة في الله عندما رأاها تهتز كأنها جن ولا مدبرا ولم يعقب فهنا ناداه الله وقال له أقبل لا تخاف إنه لا يخاف لدي المرسلون وقال له إنك من الآمنين وقال له إن هذا الثعبان هو سيكون سببا مقدمة لهلاك ذلك الطاغية وهذه العصى ستكون سببا في نجاتك من الغرق بالبحر وستكون سببا في خروج ينابيع من الأرض لينجيكم الله وينجي بني إسرائيل من الموت عطشا إذن هذه العصى سيكون لها دور كبير لأنها معجزة ستكون معجزة والمعجزة شيء عظيم فلابد أن يبدأ الله عز وجل بمقدمة أولا ليتحمل سيدنا موسى هذا الضغط النفس لأنك عندما ترى عصى تحولت إلى ثعبان وثعبان كبير ومرعب وتهتز يمينا وشمالا فالموضوع فعلا مخيف فإذن أخي الحبيب هنا القضية ليست أن الله لا يعلم كيف لا يعلم وهو الذي خلق الكون هو يعلم ولكن هناك مقدمات وسأختم بمثال بسيط من الآيات التي تقول قل يا محمد يعني لماذا لم يقل مثلا بالنسبة للمؤمنين أن يغضوا من أبصارهم مباشرة لماذا لم يقل يا أيها الذين آمنوا غضوا من أبصاركم واحفظوا فروجكم لماذا لم يأمر المرأة بالحجاب مباشرة يقول لها ضعي الحجاب أو ضعي النقاب أو كذا أو كذا لا قل يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك قل للمؤمنات قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ويحفظوا فروجهم طيب لماذا يقول قل لأن الله يعلم أننا ضعفاء لا نستطيع أن نطبق الحجاب بشكل كامل لا نستطيع أن نطبق تعاليمه مئة بالمئة بعض التعاليم يمكن الإنسان أن يطبقها ولكن بعض المواضيع التي تتعلق بالشكل الخارجي والعادات والتقاليد وتطور الحياة سيكون فيها صعوبة أحيانا وبالتالي فإن هذا الإله العظيم جعل هذا النبي يعني تذكر لنا قل يا محمد للمؤمنين يغضوا من أبصارهم فتتخيل أن النبي هو الذي يخاطبك فتشعر بالرحمة تشعر بالهدوء لأن الخطاب الإلهي الموجه مباشرة طبعا الآيات التي فيها توجيه مباشر آيات قوية جدا ومباشرة ومخيفة يعني مثلا ولا تجسسوا يريد أن يقول لك التجسس خطير جدا إياك يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن الظن مدمر لا يغتب بعضكم بعضا الأشياء التي فيها خطورة يأتي الخطاب فيها مباشرة من الله سبحانه وتعالى الأشياء التي يعني الله يريد أن يكون رحيما مع عباده وهو رحيم في كل شيء ويريد أن يخفف عنهم ويريد أن يعني يريدهم أن يألفوا هذا النظام الجديد نظام مثلا قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم طيب هل يستطيع أحدنا أن يغض من بصره مئة بالمئة لا يستطيع يمكن أن يتجنب النميمة أن يتجنب الكذب أن يتجنب التجسس يقول أنا لا أتجسس مثلا أما أن يغض بصره تماما لا يستطيع لأننا اليوم يعني لابد أنك ترى الإنترنت واليوتيوب والتلفزيون وفي الشارع وفي وسائل النقل وفي كذا فلا تستطيع لذلك جاء الخطاب قل للمؤمنين يعني فيه رحمة فيه نوع من التخفيف لأن هذا النبي الرحيم يريد لنا الخير وعندما نتذكر أن النبي هو الذي ينادينا فيعني نستحي منه نستحي من هذا النبي لذلك أنا قلت ذات مرة يعني كلما راودتك نفسك وأردت أن تنظر إلى ما حرم الله تذكر هذه الآية وتذكر أن النبي هو الذي يخاطبك هو الذي يقول لك قل للمؤمنين قل يا محمد للمؤمنين فإذا اعتبرت نفسك أنك مؤمن فيجب أن تتخيل أن هذا النبي يخاطبك مباشرة ويقول لك غض بصرك قل للمؤمنين يغض من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكالهم إن الله خبير بما يصنعون نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته حتى يتبين لهم أنه الحق ترجمة نانسي قنقر